أن المنطقة ذات طابعٍ رعوي ولعلمكم العصابة جعلتنا من التبعية نستورد ما يقارب مليار وسبعمائة مليون دولار من الأعلاف خارج الجزائر وأن جزءًا هامًا من المناطق السهبية يمكن أن تكون مواقع لإنتاج وتنويع الأعلاف الخضراء ولذلك نشجع إنشاء وتخصيص مساحات زراعية مسقية خاصةً بإنتاج الأعلاف الخضراء بهدف زيادة مردودية والتقليص من استهلاك الأعلاف الجافة أيها الحضور الكليم ولم لا ومع ضيق مساحة وشساعة الجزائر العاصمة ومع البعد الأمني والاستراتيجي لماذا لا تبقى الجزائر العاصمة عاصمةٌ اقتصادية وبوشعد مثلاً عاصمةٌ سياسية استراتيجياً من أجل البلاد كما سجلت ولاية المثيلة أيضًا إنتاجًا غير مسبوق في الخضروات غير الموسمية وفي الفواكه إذ ترتب المثيل اليوم في موقع المراتب الأولى وطنيًا من حيث إنتاج الجزر والمشمش بما يزيد عن ستمائة ألف قنطار صنوياً بالنسبة للخضروات وخمسمائة ألف قنطار للفواكه قد يستغرب أحدًا ونحن في الحملة الانتخابية أن يقول لماذا تذكر حركة البناء الوطني مثل هذه الأرقام نقول لأن الإنتاج يبقى مكدسًا عند الفلاحين ويرمى للأغنام ويرمى أعلافًا للبقاري ولا تستفيد منه بقية الوطني لأن بكل أسف الدولة والحكومة والسلطة السابقة في عصر العصابة لم تجهز أماكن للتخزين للبطاطا للجزر للقمح للشعير وغيرها حتى نلفت أعضاء البرلمان عندما يفوز من أبناء حركة البناء الوطني ومن غيرهم من أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقبل بأنهم يجبوا أن يجعلوا في مقدمة أولوياتهم مخازن ومراكز التبريد لهذه الخضر وهذه الفواكه من المجحف ومن الظلم أن ينتج الفلاح الجزر ويصبح يبيع فيها بخمسمائة فرنك وبربعمائة فرنك